ففهمناها سليمان قال تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكم وعلم الآية قال شيخ ابن القيم رحمه الله ما أوتي أحد بعد الإيمان شيء أفضل من الفهم عن الله ورسوله تدبرها يا لها من لطيفة ما أوتي أحد بعد الإيمان شيء أفضل من الفهم عن الله ورسوله فالفهم نعمة من أجل نعم الله على العبد فالدليل يا أحبابي ولو كان صحيحا ليس منتهى العلم بل لابد من فهم الدليل ومرتبة الدليل ومناط الدليل وتحقيق مناط الدليل حتى لا نستدل بالدليل في غير مضعه أو بدون تحقيق مناطه الذي لا بد منه للربط ربطا صحيحا بين دلالة النص القرآني والنبوي وحركة الواقع التي تتجدد وتتغير في كل يوم بل في كل ساعة بل في كل لحظة لذا نرى الإمام البخارية رحمه الله تعالى يترجم بابا في كتاب العلم بعنوان باب الفهم في العلم باب الفهم في العلم ويصدر هذا الباب بحديث معاوية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقه في الدين قال الحافظ بن حجر أن يفهم فمن أراد الله به خيرا فقهه في دينه ومن لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في دينه فنعمة الفهم نعمة من أجل النعم ما أحوجنا إليها الآن في عصر تجرأ فيه الكثيرون على القول على الله بغير علم دون فهم لهذا العلم لذا يقول الشيخون ابن القيم رحمه الله إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا وأصل كل خلاف في الأصول والفروع ويقول أيضا وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله فنعمة الفهم نعمة من أجل النعم بل أنا أقول إن من أخطر التحديات التي تواجه أبناءنا الآن من أبناء الدعوة الإسلامية هي عدم الفهم الصحيح لمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم يقع البعض في التعامل الخاطئ مع النصوص العامة والخاصة وقد تسمع بعض الفتاوى المتجرئة لقلة أو لسوء الفهم عن الله ورسوله ينتج عنها ويترتب عليها من الخطر العظيم ما الله به عليم